سيداتي أنسياتي سيداتي أهلاً وسهلاً بحضراتكم في أولى حلقات برنامجنا الجديد أنا والملكة برنامجنا اليوم برنامج مميز ومختلف عن باقي البرامج ليه؟ لأننا تبنينا في هذا البرنامج شعار جديد جداً على كل البرامج وهو أن احنا حابين نرجع اللي فات ونحافظ على اللي جاي علشان كده حضراتكم لو تلاحظوا أن أنا بدأت بداية افتقدناها جداً من زمان وهي بدايات المزيعات اللي احنا كنا دايماً بنشوفهم في أيام الزمن الجميل اللي احنا حابين في البرنامج ده أن احنا نرجع صفاته ونرجع أيامه الحلوة ونجمع أسرنا على المحبة والصداقة والحب اللي احنا افتقدناها كتير جداً هذه الأيام لأسباب طبعاً هنتكلم فيها من خلال الحلقة نتمنى أن برنامجنا يكون مختلف عن باقي البرامج ويحوز على أعجابكم وتقدوا معنا دائماً أحلى الأوقات الممتعة ومش بس كده احنا أكيد بنقدم فقرات مختلفة في البرنامج فقرات تصقيفية وطرفيهية وفقرات بترجعنا لزمن جميل والعصر جميل علشان احنا عايزين نرجع أجيال جديدة وأفكار جميلة افتقدناها منذ زمن بعيد حلقاتنا اليوم أعزائي المشاهدين بتتكلم عن تغير العلاقات الاجتماعية واختلافها لو نلاحظ طبعاً أعزائي المشاهدين طبعاً قبل ما ببدأ البرنامج بتاعي أحب أن أنا أرحب بزميلي الأسري الأستاذ مجدي الشاكل أهلاً وسهلاً أستاذ مجدي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم الأول وحشتونا كتير 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 مسائل خير يا دكتورة أهلاً وسهلاً أستاذ مجدي أنا بشكرك على البداية الجيدة مرسي الحضرة وإحنا دايماً زي بقوله المصر دايماً بينميل شوية مش للماضي ولكن بينميل دايماً للأصول والقواعد أكيد أكيد يا أستاذ مجدي دايماً إحنا بنحب نرجع للماضي ولما بنحب يكون عندنا الزكريات حلوة ونعيش أيام جميلة ونعيش أفكار حلوة بنرجع بالذكرة الماضي بنحب نحن نتفرج على أفلام قديمة برامج قديمة نشوف حاجات قديمة ليه؟ بنحس أن نحن بنخرج من ضوضاء العصر اللي نحن موجودين فيه الآن إلى أيام جميلة وده حدف بالنمجنا أن نحن عايزين نجمع كل أسرنا على المحبة ونجمعها على الأيام الجميلة طبعاً مع الحفاظ على عصرنا الجديد وإنجازاتنا الجديدة بقيادة طبعاً سيادة الرئيس أطال الله عمره وحفظه الله إن شاء الله لمصر إن شاء الله هنتكلم مع حضراتكم النهاردة على تغير العلاقات الاجتماعية في الوقت اللي احنا عايشينه دلوقتي وإيه أسبابها بس بإذن الله هنتناول الموضوع ده بعد الفاصل ورجعنا لحضراتكم بعد ما شفنا الفيديو وطبعاً إحنا فهمنا من الفيديو إيه سبب الصوت إيه سبب تغير العلاقات الاجتماعية اللي إحنا موجودين فيها في عصرنا الحال طبعاً أكيد السبب في تغير جميع العلاقات هي وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي توضح في الفيديو أنها أصبحت وسائل للانفصال الاجتماعي فإحنا من خلال الحلقة عايزين نعرف إيه اللي سبب اختلال جميع العلاقات الموجودة في المجتمع علاقاتنا طبعاً المختلفة زي علاقات الأولاد بأباقهم علاقات الزوج بزوجته علاقات الأقارب علاقات الأصدقاء علاقة المريض بطبيبه علاقة الطالب بمدرسه جميع العلاقات اختلت واختلفت عن العصر القديم طبعاً بالعصر اللي احنا موجودين فيه وعرفنا وفهمنا من الفيديو ده أنه هو السبب في كده وسائل التواصل الاجتماعي اللي أطلقوا عليها الآن وسائل الانفصال الاجتماعي لأننا بالتأكيد بقينا كلنا نتواصل مع بعض عبر الشاشات عبر الهاتف بقينا نتكلم بعض عن طريق بوستات عن طريق إيموجي يعني ما بقيناش نتواصل مع بعض التواصل المباشم مما طبعاً أفقدنا كلنا الروح الجميلة وروح القعدة الحلوة اللي كنا بنتقابل عليها زمان وروح المحبة والتواصل الاجتماعي لأن طبعاً الاحتكاك المباشر ما بيننا وبين بعض والتعامل المباشر ما بين كل الشخصيات وبعدها سواء أصدقاء سواء أرايب سواء داخل الأسرة ده كله بيخلق روح من المحبة وروح من التفاهم وبالتأكيد احنا افتقدناها الآن وإن شاء الله هنشوف معانا على الهاتف مدخلة تلفونية لاستشاري الطب النفسي الدكتور جمال فرويز وهيكلمنا عن هذه المشكلة وإزاي نقدر نحلها طبعاً احنا عاوزين نعرف من الدكتور جمال ايه أسباب تغير هذه العلاقات وانهيارها ونبحث طبعاً مع الدكتور على طريقة حلها وان احنا نغير هذه العلاقات للأفضل بإذن الله معانا على الهاتف الدكتور جمال هلو دكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي أهلاً وسهلاً أهلاً أهلاً بحضرتك يا دكتور منور برنامج أنا والملكة أهلاً بنا يا خليك وألف مبروك وإن شاء الله دوم بالروقية مرسي لك يا دكتور دكتور جمال حضرتك أكيد طبعاً سمعت معنا دلوقتي البرنامج وعرفت إحنا محور الحلقة هو تغير العلاقات الاجتماعية عن العصر الأديم والعصر الحال اللي إحنا عايشينه وبالطبع حضرتك عارف أهم شيء في تغير هذه العلاقات هي وسائل الاتصال الاجتماعي عايزين حضرتك تكلمنا عن إيجابياتها وسلبياتها وإزاي نخرج من هذه السلبيات دكتور جمال دكتور جمال باللغة الإيجابيات وسائل التواصل الاجتماعي هي عبارة عن رفض لديه من الناس وبعض ناس ما بتشوفش بعض على مسافات طويلة ناس ما بتشوفتش بعض من فترات طويلة دي كانت فرصة لهم إنهم يتدوا بعض تاني ويرجعوا بعض تاني يكلموا بعض يتناشوا مع بعض الناس بتناش بعض المشاكلها بعض المواقف بتاعتها بتعرضها وده كان أحدى الحلول لهم إنهم يدخلوا على مواقع التواصل الاجتماعي أيوة دكتور ولكن للأسف الشديد هي لها بعض المساوئ اللي تصل لحد إن احنا ممكن نطالب بإغلاقها في يوم من أيام بالزبط يا دكتور ايوة هنتكلم الأول على اليوم نفس الأجهزة اللي الناس مسكها وشافها إن شاء عادي إنه ممسك الموبايل فترات طويلة ماعرفوش إن دي موجات كارومغناطسية بتأثر عنه القشرة المقهية من أثر في الشديد بعض الناس إنهم عندهم عضة المرض الصرع أو مرضة الصرع الإسلامية زيادة الحالات عندهم بصورة مبلغ بلترة باستخدام مواقع التواصل الاجتماع ودعود عليها الفسرات طويلة إلى جانب أن العصب البصر وضع فيه شايفين العجال اللي طبعا كبايا عن الضرات بسبب الأعادة الطويلة على الموبايلات طبعا ساعات طويلة جدا يا دكتور أور التحصيل الدراسي يبتدع السمنة اللي ابدأت تزييد مع الأطفال دي بده بسبب مواقع اطفال الاجتماعي والجنز اللي عاديين طول المهار عليها ده بسبب السمنة لأفر الشديد إلى جانب ده سوء استخدام مواقع الطويلة الاجتماعي اتدت موقع للتنور اتدت موقع لتنازل آراء للأسف الشديد كل واحد يفقد آراءه الشخصية على الآخرين بصورة موبايلة كتيرة تزيلها مجموعات للبنات مجموعات للولاد كل ناس يخد نصيح وهي عرفة من نصيح وحددانة واتهج البيت ومع ذلك مصر على هذه النصيح ويبدي نفسهم ألقاب ما عرفش بيهم من ده كتش اين ده خدير ايه وده طبعا كل نوع من النوع من احتهال على الناس اللي اتدت الشديد انه بيستغلوا بعض الناس اللي تجيهم أطرار ليهم انه في بعض الناس تكلموا انهم عطباء نفسيين او خبراء نفسيين والناس بتتفق فيهم وتجيهم معلومات غاية في السيافية ويستطيع قدوم عليها بمزالة اكمالية ومشتاكتين جدا ونأكد بنا هذه مواقع الطاقة الاجتماعي ليست محل ساقنات اللي انت بتتعامل معها ناس افتراضيين لا سناف مواقعيين وكل منكم الجزمية دي مهمة جدا ايضا من سلبيات وسائل التواصل الاجتماعي ايوه الناس ووسائل الناس طبعا اه فنأخد بنا نحن نتعامل مع ناس افتراضيين لا سواقعيين مشكل اللي موجودة على المواقع الطاقة الاجتماعي بيحطوا صورته الفعلية او اسمه التالي وبالتالي انصح كل واحد لما تلا واحد حاطت اسمه كودي او صورة كودي حاول تشيله من عندك اللي ما تعرفش ممكن يستغل لتواصله عندك بصورة سيئة تشيء اليك او على الاقل ممكن تشيء لحد من معرفك عن طريق انه هو بيتسفل معرفته بيك على المواقع الطاقة الاجتماعية ايوه دكتور بس احنا عايزين نعرف يا دكتور ايه تأثير هذه المواقع على العلاقات الاجتماعية علاقات الاسرة بعضها علاقات الاطفال مع مع اباها علاقات الزوج بزوجته ايه الاضرار النفسية اللي وقعت على افراد المجتمع كله بصفة عامة انا والله يا دكتور انا مش عايز يا بالغ لما اقولك ان الاسف الشديد زادت حالات الخيانة الزوجية وزادت حالات الفوقة وزادت حالات الطلاق او اكيد زادت مواقع التواصل الاجتماعي والجلوس عليها بعض الناس كنا يعتبرنا فاضلات اتدوا موجودهم على المواقع التواصل الاجتماعي للأسف اتدى بعض الناس تتكلم معهم بصورة غير مصرح يوم انهم يتكلموا بها ووفقوا انهم يتكلموا معهم بهذه الصورة مما قادة إلى خامة علاقات غير شرعية معهم دي عاجات للأسف شفناها اكتب جدا للأسف برضو ان في بعض الناس استغلت هذه المواقع لبس الفتنة بين الزوج والزوجة ان عرض الزوج بيتكلم مع حد تاني والزوجة تتكلم مع حد تاني وضحية هم الأطراع وضحية الأطفال للأسف الشديد برضو بسبب مواقع التواصل الاجتماعي النهاردة الناس ولد ولا البنت بدل ما كان بيزور ولده ويروح يقعد معاه بيكتفد بلايك على فيسبوك ولا مجرد كومنت ولا رسالة حتى على الوثيات ويعتبر ان هو ده كده الدراجب اللي عليه ده طبعا مرفوض نازم الناس بزيارات وقعية العالم الافتراضي ده نرقاها من حياة الاجتماعية العالم الافتراضي ده ليه ناسه البعاد عننا الناس اللي في فتنة تاني ولكن في نفس المدينة أو في نفس الحي نازم بزيارات وقعية ونحاول نخلع شوية من مواقع التواصل الاجتماعي ونرجع لحياتنا العادية البسيطة احنا الشعب المصري بثقافتنا المصرية نرجع حمرة تاني اه طبعا وده هدف الهدف من البرنامج يا دكتور ان احنا عاوزين نرجع الماضي ونحافظ برضو على انجازاتنا الجديدة بس عايزين ناخد من التقدم الحديث ووسائل التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي ايجابيتها ونبتعد تماما عن سلبيتها ربنا يوفيكم طبعا دي للدادة مهمة جدا 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 وده امن قومي يعني لو حد يعتبر ان دي مجرد مشكلة اجتماعية لا دي مشكلة امن قومي رجوع العلاقات الاجتماعية اللي رجدها علاقة السجو والزوجة الأب والأم والأب والأم والأولاد الأولاد مع بعض الجنان مع بعض الأصدقاء مع بعض ده لو رجعنا تاني عاوزين بنتمنى بنتمنى بنعبق القديم بتاعها بالاستقافة المطرية بتاعتها مرة أخرى إن شاء الله مرسي لحضرتك يا دكتور وشكرا على معلوماتك القيمة مرسي يا دكتور جميل احنا النهاردة معنا نموذج يمكن للسوشيال ميديا والأخطار للسوشيال ميديا ويمكن اخترنا طفل يعني اخترنا الطفل لأن يعني لو اخترنا حد كبير شوية يبقى فيها مشكلة لكنا احنا عايزين يبتتي من الأول خالص فاحنا معنا يعني نموذج يعني صغير هيقول لنا إيه حكيت أو تجربته كده معنا السوشيال ميديا إزايك يا محمد الأول يعرفنا بنفسي يا أستاذ مجل محمد اتفضل عرفنا بنفسك اسم محمد حسن وعندي سبع سنين وفي جريد وان وفي مدارسة الانترناشنال طيب إيه السوشيال ميديا معاك بقى بتعمل إيه في السوشيال ميديا إيه اللي بتمرسوا فيها على التاب أو الآيباد بتاعك بتعمل إيه يعني يعني بعرف حاجات كتيرة زي كده قل لنا قل لنا بتعرف يعني أنت المواقع اللي بتفتحها أو الألعاب اللي بتفتحها زي إيه زي مثلا ألعاب الكاراتي ألعاب الكون غفو ألعاب الهجوم تبين لي بيختارها لك يا محمد أنا بختارها يعني باجي على برنامج كده البرنامج ده يعني جميل جدا الناس بيحملوا بيحملوا من الألعاب وحب كل حاجة وهو اسم الأبو ستور وفباجي فيه كل يوم كده أو لكن بتسألش ماما أو بابا مثلا بتقول لهم أنا ممكن ألعب كذا أو كده أو بتشركهم معك أو حد من إخواتك لا عادي عادي يعني بتختار العنامزاجك ليه لأنهم لا أنت بتسألش ماما أو بابا مثلا بحيث تشوف تستعين بيهم في اختيار الألعاب أو اختيار المواقع يعني أنت بتختار يا محمد الحاجات الكويسة ولا الحاجات اللي فيها رعب أو فيها حاجات مش كويسة أو حاجات بتخوفك لا بتختار إيه بالضبع بختار الحاجات الحلوة ومش بتخوفك الحاجات الحلوة طيب يعني إذن يا أستاذ ماجزين جزي هو لو رأي انتو بتخافوا من إيه محمد يعني إحنا أيامنا زي ما كان نقول لك ومنوا الغولة ومارباعا ربعين انتو جلوا بتخاف من إيه أنا بخاف من إيه أه انت السن لسبع سين إيه الحاجة اللي بتخوفك بخاف كده يعني ما بتدل والحاجات دي ما تدل والحاجات اللي فيها ما فيهاش نور كده طيب ممكن تقعد على التابع ولا يبدل كم ساعة في اليوم؟ يعني يجي ساعة ساعتين حاجة كده يعني طيب بيقصر على مذاكرتك بيقصر على يعني يعني أستاذ مكدي عايزين نقوله لو أنت عندك مذاكر يا محمد هتفضل أنك تذاكر ولا تقعد على الأيباد؟ لا صراحة يعني هفضل أني أذاكر يعني إذن هتقعد على الأيباد في وقت فراغك مش في وقت المذاكرة يعني أخلص المذاكرة كلها وكل حاجة أوجي على الأيباد برافو يا محمد برافو طب حبيبي أنت دلوقتي لو مامي في البيت أو أخواتك والأسرة متجمعة تحب تفضل أنك تقعد معي ولا تقعد على الأيباد؟ لا أقعد معي آه يعني في الحالة دي تفضل أنك تقعد معيهم ما تقعدش لوحدك صح يا محمد؟ صح بتلعب ألعب جمعية يا محمد أكيد مع صحابه يعني أولاين كلكم أي بنلعب ألعب ألعب أولاين؟ وتتأثر وأكيد أنا بشوف كده أولادي بعمله كده الساعات يعني أنا بعمل كده وساعات لا طب ما بتيجي تنام كده مش بتحلم أحلام غريبة شوية؟ من الحاجات اللي شفتها آه بتأثر عليك وممكن تنسى نفسك في الأكل في الشرب ساعات بتأثر عليها وساعات مش بتأثر علي آه يعني ما بتنام بتنام هادي ولا ممكن تبقى عصبي؟ يعني أنا بنام هادي لما التكيف يكون يعني شغال والراج جاي عليها بس طب متروحش النادي يا محمد تلعب رياضة أفضل لك؟ آه مامي يعني مامتي مش بتعرف تمشي في الدقري آه بتخاف من الدقري زحمة كده وسرعة آه لكن إنت عندك استعداد لو فيه رياضة تمارسها وما تمرشش ما تقعدش كتير على التابقة على عيبت بتاعتك آه يعني يعني يا محمد لو إحنا حبينا إن إنت تتعلم رياضة ده أفضل لك طبعا من الآيباد وأفضل لك من النات وكل الحاجات دي رياضة طبعا هي أفياد لك مظبوط يا محمد؟ مظبوط آه برافا عليك يا حبينا تقول إيه اللي في سنك يا محمد أو تنصح إيه للناس اللي في سنك اللي هم بيقعدوا كتير جدا على الألعاب والسوشال ميديا يعني بصراحة تقولهم إيه اللي في سنك كده أو أكبر منك شوية الأكبر مني إبن خطي أي ولا تقوله إيه تنصحه بإيه تقوله إيه إيه النصحة اللي توجهها للأطفال اللي زيك آه وتقولهم يستعملوا السوشال ميديا إزاي عشان يستعملوها صح آه ما يستعملوهاش خطأ يا محمد لأنه ممكن أنت عارف يستعملوا يجيبوا مواقع مش كويسة أو حاجات مش كويسة تقولهم إيه أقولهم يعني الحاجات الفيديوهات الخطأ مثلا الحاجات اللي بتخوف زي الحاجات الزومبي الحاجات الأفلام الرعب يعني ولد صغير يجي مع أخته يشوف اللابتوب بقى أفلام رعب وده اللي يعمله خطأ جدا وكمان يعني لازم هو يعني بيستحمل بمية سخنة كده لازم بعديها يعني يشرب مية ساعة عشان المية السخنة يعني المية كده وهي جاي بجوة جسمه يعني اتبرد جسم الشوية كده من السخنية آه بس في موضوع النهارده يا محمد إحنا قبل التصوير قلتنا أنا عايز أتكلم في موضوع مهم اللي هو موضوع الحكمة يا ترى إيه بقى موضوع الحكمة اللي أنت نفسك تقوله يعني الحكمة معناها مثلا لو فريق وفريق بيتحربوا يعني الكنين بيتحربوا وهما بيتحربوا كده فجأتها يعني يعني المكان حصل فيه حريق عيما فمثلا واحد من الفريق كده من الفريق يعني قال إحنا لازم نهرب نستسلم منفوس المهم الشلفوز المهم لحياتنا لازم يعني ما نموتش كده ما نموتش يعني أنت عاوز توصل للناس كلها يا محمد إن إحنا بنستعمل السوشيال ميديا وبنستعمل الآيباد في الحاجات المفيدة وبس ونتعلم منها حاجات جميلة وحاجات تفيدنا في كل حلقنا صح يا محمد؟ صح شكرا يا حبيبي وانت نورتنا فاصل ونواصل إن شاء الله الحلقة بعد الفاصل بإذن الله شكرا